في يومهم العالمي يحتفل الشباب في أرجاء الأرض معبرين عن دورهم المهم في نهضة البلدان وتطورها وبث روح التجديد فيها بينما يعاني الشباب العراقيون من الإهمال الحكومي وانتشار البطالة والفقر بين صفوفهم تشير التقارير المحلية والدولية إلى أن الشباب العراقي مهمش على الصعيد السياسي والوظيفي والعلمي وسلب الحقوق مما دعا إلى الخروج في تظاهرات كبيرة والمطالبة بوطن حر لا تحكمه الأحزاب الفاسدة والميليشيات المجرمة واسترذاد حقوق العراقيين فدفع الشباب ثمنا باهظا من دمائهم التي سالت في ساحات التظاهرات نسبة الشباب في المجتمع العراقي تصل إلى 60% وفي الوقت الذي يمكن أن يكون فيه سببا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق طفرة نوعية وثروة اقتصادية في البناء يمكن أيضا في حال إهمال دورهم وطموحاتهم أن يكونوا سببا للدمار والخراب فضلا عن استغلالهم من قبل مجاميع التخريب والفوضى والمافيات والعصابات التي تعمل في الجرائم المختلفة بحسب العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي غياب الأمل بمستقبل زاهر جعل طموح أغلب شباب العراق هو الهجرة إلى أوروبا رغم مخاطر الموت غرقا خلال رحلة اللجوء فيما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الكثير من شباب العراق يكافح من أجل مستقبل آمن فهم جيل نشأ وهو لا يعرف سوى الحرب في ظل حياة صعبة وآمال بتحقيق طموحاتهم الشباب العراقي اليوم يعاني من إهمال الحكومة التي تفتقر إلى سياسات علمية عملية للاستفادة منهم من خلال استثمار طاقاتهم الكبيرة وتوفير كل متطلبات تطوير قدراتهم ومنح حقوقهم وجعلهم جزءا من بناء الدولة وخلق انتماء حقيقي وطني لهم إلا أن الحكومة بأحزابها الفاسدة وميليشياتها منشغلة بالسرقات وإحكام قبضتها على مقدرات العراقي والعراقيين